بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بهذا الفيديو رح نبدأ الكلام عن إشي اسمه السببية والترابطية له الاسوشياشن and causality الآن رح يمر عندنا كثير مصطلحات جديدة فإن شاء الله رح يتم تبسيطها وهمشي أدرسوا هاي المحاضر وإنتم مركزين كويس لأنه إذا فهمتها رح تصير سهل جدا بالنسبة لك فالاسوشياشن من اسمها إيش الترابط إذن إني أنا عم بربط رابطهم القوزاليتي إنه يكون إنه تكون هاي الاسوشياشن بين الشغلتين أيوة العلاقة ما بينهم علاقة متسببية يعني إنه إشي سبب الثاني للأمان الأمثلة هي اللي رح تحل المشكلة فعلى سبيل المثال أنا لما أجي أحكي لك إنه إحنا عنا بيشنت بيشنت شخصناه بلن كانسر أو مجموعة مرضى الآن هذان المرضى أو هذا المريض أعفهم هذا المريض بدخن كويس إذن إحنا عنا مريض شخصناه بلن كانسر هذا مريض مدخن فأنا الآن بدي أحاول أعمل شغلات عشان ألاقي هل في أسوشياشن ما بين الدخان واللن كانسر كويس فإحنا شمنا نجيب ملموعة من الناس مدخنين مجموعة تانية مش مدخنين بنراقبهم مثلاً مثلاً لمدة 20 سنة وهي أحد أنواع الدراسة طبعاً اسمها الكهورت ستدي ونشوف هل صار في ديفولوب لللن كانسر عند غير المدخنين هل صار في ديفولوب للمدخن بناء على النتيجة بنعرف فبنعرف إذا فيه ترابطة أو لا الآن فيه دراسات أعمق شوي بتحكيلي هل هذا الترابط فياته سببية يعني يعني هل الدخان هو السبب الأساسي الرئيسي أيوة لا اللن كانسر أو لا فنبدأ بسم الله إبديميولوجي سيكس تأكسبلور the factors influencing betterness of disease and the distribution of health outcomes as well as their underlying determinants إذن شو الفاكتورز اللي بتأثر على سير المرض وفاكتورز بتأثر على توزع المرض أيوة والهلث آوتكمز اللي هو المرض نفسه طبعاً يعني مثلاً الدخان هو الفاكتور أو الإكسبوجر يسموه إكسبوجر أو فاكتور سنسمي ما شئت يعني نشي سمينا إكسبوجر الإشي اللي بتأرض له المريض كويس والنتيجة بسموها الأوتكمل إليه المرض مثلاً لنك كانسر وصلات It's not a simple task to decide if some specific determinant is an accessory or sufficient cause أيوة or a protective factor for a specified disease فمش إشي سهل إنك تحكي هل هذا الـ variable أو ممكن نسميه determinants إنه بالضرورة cause causative agent إنه يعني الترابط ما بينه وبين المسبب اللي أنت بتعتقد إنه مسبب وما بين المرض إنه علاقة سبب ونتيجة مش بالضرورة وتحديد هذا الشيء من عدمه إشي مش سهل لحد لآن هذين جملتين فاضيات فش هم إشي طيب بسم الله طب إيش هو الكوز قبل أي إشي قبل ما أشرحوا صراحة بيمني أفهم الـ association إش هو ماشي الـ association هي علاقة ما بين two events أو بلغة أخرى يمكن نحكي لك two variables إنه العلاقة بين أمرين للتسهيل يوجول بين an explanatory or independent variable بغضل نظر شو معنى explanatory or independent بهمني اللي هو تعرف إنه اسمه الـ exposure أو الـ variable يعني عامل معين بتعرض للمريض بحياته زي مثلا أكل السكريات ومرة تسوص الأسنان فمين فيهم الـ exposure تسوص للسكريات السكريات هي الأشي المتغير اللي بفوت عتم المريض ويختلف المريض لمريض وحيأدي للمرض هذا بسميه الـ variable أو بسميه exposure وصلت و and health outcome اللي هي المرض اللي هو dental caries أو زي الدخان وسرطان الرئيس الدخان هو variable أو exposure وإن كان صريحي الـ outcome فالأسوشيات يدرس العلاقة ما بين مسبب المرض المعتقد أنه مسبب للمرض هو ممكن ما يكون مسبب يمكن يكون الإبديميولوجيس غلطان أو حتى طريقة تربط بالأسوشيات ليس صحيحة وصلت فيدرس العلاقة بين exposure والhealth outcome حلو طبعا ما هو exposure هو مصطلح يعبر عن quantity or intensity شدة لا factor أو ما يسمى cause أو exposure which is supposedly cause a disease هذا هو exposure حرفيا هو العامل اللي يعبر عن قدرته على أنه يعمل المرض وصلت الفكرة طيب هسا فهمتوا الأسوشيات هو الارتباط يحاول أن يجد علاقة أو يشرح طبيعة العلاقة ما بين exposure و outcome هو العامل هو factor هو causative agent هو exposure والأوتكم هو disease حلو الآن اللي هو causation وانت السادق أحسن من كلمة cause causation as an antecedent factor with potential for changing outcome effect فلما نحكي أنه الاسوشياشة بين شغلتين هي causation أو causative معناها أنه هذا الاكسبوجر أو هذا الفاكتور أو هذا الكوز المسبب له القدرعة أنه يعمل للمرض changing the outcome أو بالضبط هذا هو تعييف الكوز إذن antecedent factor هو ذلك العامل هو ذلك الاكسبوجر هو ذلك الفاكتور with potential for changing the outcome فإذا كان الاكسبوجر له القدرة على أنه يغير الأوت في ارتباط وثيق منسميها causative association أو الكوز أوكي أوكي هل بالضروري كل علاقة ما بين شغلتين تكون causative هل بالضرورة العلاقة ما بين شغلتين تكون سبب ونتيجة لا طبعا إحنا بنعمل أبحاث عشان نشوف هل الشغلتين هدول في بينهم أعمق عشان نشوف هل في سببية يعني سبب ونتيجة بينهم أعطيكم مثال الآن في ابدال ميولوجست حبي يدرس العلاقة ما بين الرياضة كويس والسمنة الآن ودد بعد دراسة معينة أجرها على آلاف من الناس بلعبوا رياضة وناس تالين ما بلعبوش رياضة ودد انه اللي بلعبو رياضة هيك مش ناصحين نحاف واللي وصحتم كويس واللي بلعبوش رياضة سامينين فهو استطاع انه يجد انا شو اللي بحكي هذا اسمه association ركزوا في اللهجة لكن خلنشوف هل هذا association العلاقة ما بين هدول التنتين اللي هي الرياضة اللي هي الexposure أو والoutcome اللي هي السمنة أو عدمها هل علاقة causative فيها causation ولا لا طيب فانت الان بدك تشوف هل في causation ولا في causation طيب كيف بدي اعرف ان في causality ولا ما في causality بدان على خصائص ودراسات عمق فانت بدك تشوف هل فعلا الرياضة يسبب النحافة وهل فعلا كذا كذا لا طلاحة بطلع جواب الأخير لا وبطلع الاشي الاشي الاساسي للسمنة او عدمها وصلت الفكرة فبتكون العلاقة فبيكون في association yes there is ترابط or association between لعب الرياضة والسمنة ولكن there is no causation ما بينه simple as that فمش كل association causative so not all statistical association is a causal association very important انك تكون فهمها لان العلاقة ما بين الاسوسي اللي هم اللي هي اللي بشرح علاقتك ما بين الاكسبوجر والاوتكم اللي هو الديزيز او ممكن تكون ثلاث شغلات ممكن تكون شانس شانس يعني مثلا واحد عنده لان كانسر مثلا او بنت بتحط مناكير كثير مثلا كويس هاي ممكن تكون صدفة يعني ممكن انا افحص هذا الاشي اشوف مثلا نسبة لان كانسر ومحط منكير على سبيل المثال ما الاقي مثلا فما بيكون حرفيا في بل هاي العلاقة في ارتباط بين الاكسبوجر والاوتكم في يعني في علاقة لكن ليست علاقة سبب ونتيجة بل علاقة شانس صدفة والله طلعت هالمريض اللي عنده سرطان رئيال اللي جاء فيها بتحط مناكير كثير مثلا ممكن تكون ارتيفاكت مش مطلوب وكون فاوندق مش مطلوب فاوندق ممكن تكون فانا هدفي بدراستي اولا اجد هل في association او لا وهو شيء سهل صراحة ثم الاشي الاصعب انه هل هاي association هي طبيعتها causation اوكي يعني يعني هل هدول او الشغلتين اللي هما الاسبوجر او ما يسمى الvariable والاوتكم هل في بينهم causation causative association ولا نوع اخر من الاسوشياشن فصف انت اكيد هسا عن فهم بتقرأ انه اكيد مش اقول الاسوشياشن هم يكوزي ولا ممكن يكون ارتفاكت ممكن يكون اتشان ممكن يكون فاوندين اوكي عشان احكي ان العلاقة ما بين two variables او شغلتين اللي هم الاسبوجر والاوتكم عشان احكي عنها causation او causative لابد من توفر عدة شروط اللي هم عشرة عشرة لازم عشرة يكون موجودين لا لكن كلما توفر شرط منهم بتكون الامور احسن وتكون الاسوشياشن تميل اكثر لكوزي اوكي اول واحد هي القوة الترابط فكلما كان الترابط ما بين العاملين اللي هو الاكسبوجر والاوتكم اكتر كلما كانت الاسوشياشن احتمال انها تكون الاسوشياشن يعني بس بدي تفهمولي نقطة النقوة الترابط اللي أنا بحكي عنها هون حبر على ورق يعني احصائيا حسابات وارقام اوكي فلما يكون يعني مثلا كيف يعني يعني والله يصد بالسترنث مثلا نحكي عن الدخان وسرطان الرئة ولمو عملنا بحث لقينا انه فعليا مثلا 80% من المرض اللي عندهم سرطان رئة شو مدخنين احنا قدرنا نلاقي انه في علاقة من سرطان رئة ومدخن ولأنها النسبة عالية تبريم بالمئة مثلا هاي من رأس النسبة من اللي عندهم سرطان رئة مدخن لأنها نسبة عالية قلنا وهو strong association فهذا الاشي لأنها الخاصية موجودة ما بينهما الى ان يكون طيب امتز الخاصية ولا فهمناها شو الخاصية التانية اذا فهمتوك شو فكرة نسب وإحصائيات اوكي طيب ثم الكونسيستنسي شو يعني الكونسيستنسي يعني لازم تكون العلاقة ما بين اللي هم الاكسبوجر او ما يسمى الوريابل والأوتكم نفسها في مع اختلاف المكان واختلاف الاشخاص سهيو سواء عملنا يعني ربطنا ما بين سرطان الرئة وتلخين في الاردن او سرطان الرئة وتلخين في امريكا اوفا بريطانيا نفسها لازم تكون العلاقة كونسيستنسي ثابتة تعطينا نفس النتيجة حتى لو اختلف المرضى حتى لو اختلفت الميثودز للفحص اوكي يعني شو الميثودز يعني يمكن نعمل دراسة مبدأها اني اشوف ناس اللهم بدخلوا في الماضي اللهم بدخلوا في الماضي عشرين سنة هاي بسموها كاس كونترول استادي او واشوف خلال هالعشرين سنة في احد منهم طور سرطان ري او لا لأ هسا في ممكن دراسة عملها كوهورت اه يعني اجيب مرضى حاليا في منهم بدخلين منهم لا اراقبهم عشرين سنة لقدام اشوف فضوهم لقدام شو بديو يصير فيه مش وصار معهم في الماضي هاي ما نسميها كوهورت استادي رح نفصل فيها لاحقا ان شاء الله فبالتالي لما تعطيني كل هاي الأشياء نفس النتائج بسمي هذا الشيء ممتاز الان التخصيص شو معنا تخصيص هذه الفتراض و معنى هذا الكلام انه الاكسبوش للفلاني ايش بيؤدي ل برتيكولر افنت فلان بكل بساطة هضل بهمني اوكي بالنسبة للاسئلة كيف حتيجي حتيجي حرفيا التعليف و شو هاي الخاصية اوكي لما احكي لك ان الاشياء لازم اشوفه باكثر مكان باكثر من شخص كذلك اسم الان لما احكي لك ان تخصيص لما اقول لك ان راز بيكون في قوة بالاسوشياشين هذا السترنث طيب نروح الى التيمبوراليتي هاي فيري امبورتنت هاي فيري امبورتنت بالذات تقزوا على تعريفها لانها اشي كتير اجباري عشان تكون الاسوشياشين طبيعتها كوزاتيف شو معنى التيمبوراليتي بس هاي التيمبوراليتي تتابع زمني يعني مثلا لابد عشان احكي انه في قوزيشن ما بين التلخين كاكسبوجر او كفريابل وما بين السرطان تعريقة كاوتكم انه الواحد يكون بيدخن اول بعد انصاب السرطان اوكي انه الكوز او الاكسبوجر او الفريابل بريسيد ذا افكت او الاوتكم يعني مستحيل تيجي تحكيلي صار انتو سرطان بعد انصار يدخن بعد انت عملي علاقة بينهم طب شد اخر دخان ما هو ايجاب بعدي وصلت الفكرة فلابود عشان نحكي عن الاسوشياشن انه كوزيتف انه يكون في تمبوراليتي ويقصد بذلك ان المسبب او الاكسبوجر او الفريابل يسبق دخول لجسم الانسان ايش الاوتكم ممتاز خمسة لازم يكون فيه اش اسمه بيولوجيكال جرادينت وهو يعني كل ما زادت كل ما زادت كمية اللي هو الميوتاشن على تيومر سبريسر جينز وبالتالي احتمالية نصيف السرطانات اعلى فركزوا انه هو هنا بشبه شوية تشبيهنا للسترنث انه كل ما زادت بزيد او انها علاقة يعني ايش انه كل ما زادت الاكسبوجر برح يزيد الاوتكم ولكن الفكرة ان السترنث عبارة عن اشي احصائي بيجي بنسب مائوية توضيحه بينما تشوفوا انا كيف فسرت لكم صرت احكي لكم تيومر سبريسر جين تفرعت عليه عم بفسر لكم تفسير بيولوجي اشي في داخل الجسم اه تمام دوز رسبونسر لاشنش بها كلمة مفتاحية البيولوجي كالي جريديانت اوكي وان اكسبوجر انكريز هذا هو البيولوجي كالي جريديانت اذا في اشي اسمه بيولوجي كلمة بلوزابيليتي لا يعني ما تخوفكم معناها انه الاشي له تفسير معقول يعني انه الاسوشياشن العلاقة ما بين اللي هم الفريابي او الاكسبوجر والهلث اوتكم شد بي اكسبليند بيز ان افيلابل نولج يعني لازم يكون في تفسير معقول هذا ما بسمي بيولوجي كالي جريديانت لا تخربت واضح بيولوجي كالي جريديانت اه يعني كلمة كلمة نحكيها down to its gradient او كذا يعني بالتناسب يعني لازم يكون فيه تناسبية يعني تناسب طردي باختصار هايو انه يكون فيه relationship كلمة biologي كالgradient مع البيولوجي gradient تحليط انه فيه تناسبية يعني كلما زادت الدوز زادت قوة relationship وهذا الشي تفسير بيولوجي عشان افسر لك هاي الاشي وارجيك انه الcause او المتغير او الexposure الو علاقة كويسة مع outcome اصلا تفسير علمي واضح معقول ايوة لا هذا يعني العلم بوافق هذا التفسير مش يجي تحكي لي هذا عنده سرطان رأو بوكل شهور ما طب شو دخل مثلا يعني يعطيني تفسير علمي يعطيني بولوجي لبلوز بلوز ماشي وصلت ممنوع يتعارض بس انه لازم يكون فيه توافق ما بين الاسوشياشن اللي انت تحكي فيه مع الهيستوري ومسرا هذا اللي هو المرض في اسم البني هذا تجارب تؤكد على الكلام انه ال راندوميز كلينكال تريلز افيلابل فور اتيولوجيكال استودي شو معنى هذا الكلام يعني اكسبريمنتال افيدنس طبعا هو شيء في الغالب ركزوا احفظوا كويس لو سألك شو من الاشياء او التجارب او طرق الدراسة يعتبر في عدة بلدان انئيثيكال غير اخلاقي او غير عملي اني براكتيكال ايش قل له هي التجارب العملية اللي فيها كلمة اكسبريمنتال ليه اكسبريمنتال مبدأها انه انا بجيب الف شخص غير مدخن وبطلب انه يدخن عشر سنين وبشوف حصول عنده كانسر او لا فلاحظوا الاشي مش اخلاقي ابدا يعني وراح يمتد المرضى فياته فهاي فكرة غلط بس شكرتها انه اذا النتيجة كانت انه بعمل كانسر فهذا ايش بيقربني من انه ايش الاسوشياشن هاي تميل الى انها كوزالتي او كوزاتف حلو؟ طيب الطلب التاسع عشان نكون الاسوشياشن كوزاتف مش اشي تاني انه يكون في اسم الانالوجي اللي هم هل في اخرى متقاربة او انه الدخان مثلا نحن نحن بحب مثال الدخان واللن كان رائع في التوضيح كان علاقة ما بين انواع 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 اخرى قريبة من اللن او تشبه البتر التبع اللن مثلا في دراسات تثبت انواع علاقة وطيضة بين الاسوشياشن ما بين الدخان وسرطان المثاني مثلا هذا شيء كويس هذا بشموه انالوجي الاسوشياشن 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 امبلايز اردكشن النبور اف كيسز انذا اوكي ليه اشي بالعكس انه لما نشيل اذا اجبنا الناس وخليناهم مكطوع التدخين وقلت نسبة اللن كانسر هذا اشي كويس على مدى سنين طبعا فهذا نسميها الاسوشياشن والتي تثبت ان الاسوشياشن ما بين اللن كانسر والاسوشياشن الاسوشياشن ايش شماله ايش اللي هو كوزيتف فيه كوزياشن ما بينهم فذيس هل لازم العشرة يكونوا موجودين عشان كلهم عشان نحكي ان العلاقة هي كوزياشن الاسوشياشن الاسوشياشن كربا لكن كلما زادت النقاط بتزيد قوة الاسوشياشن بتزيد قوة ان الارتباط هيك لما تكون اصح قوة ان الارتباط الاسوشياشن ماشي يا حبايبي اوكي هاي النقطتين كتير طورت عليهم الدكتور نشرحهم لذلك هاي موضوع سؤال فاولا لازم بالتعريف بالكلام تميز الاسوشياشن مع الاسوشياشن الاسوشياشن هو ارتباط ما بين اكسبوجر و اوتكم سهلة الاسوشياشن ان الفاكتور هاي اللي بالأصفر بس هاي كانت مفتاحية ايه القدرة او الاسوشياشن او الورياب له القدرة ان يعمل تغيير الهيال معناته فعالين الاسوشياشن هادول كتير مهمات شو الاسوشياشن هو ايش هو الفاكتور بس بكل بساطة عسا الفكرة اللي اخير اللي احكيها ان الاسوشياشن ممكن يكون بوزيتف او نيكتف يعني طلع علي اذا كان اللي هو الاسوشياشن اللي هو مع الاوتكم علاقتهم انه بالسام دايريكشن يعني الاسوشياشن بيؤدي للاوتكم معناته ايش بسموها بوزيتف اشوشياشن اما النيكتف الاسوشياشن the opposite direction between the events or variables يعني زي تفريش الاسنان هذا كل ما يزيد هذا يعتبر اكسبوجر حقيق للمرض الاوتكم من هول كاليز فهي تعتبر نيكتف الاسوشياشن وصلات كلام جميل هل يشترط الاسوشياشن عشان نحكي الاسوشياشن لا عادي ممكن يكون في اشياء الاسوشياشن وليس كوزيتف كويس ماشي طيب نصل لعنبي عليه الصلاة والسلام وراح افرد هذا الموضوع بفيديو خاص و اوقف لحد هون بس عشان تركزه في كتير كويس وتميزه بين الاسوشياشن و الاسوشياشن لانه كتير الدكتور ركزت عليه وراح نكمل بفيديوهات اخرى ان شاء الله هاي المحاضر صلى لهم على نبيه محمد وعلى آله وصحابه هجمي